ومن العاصمة أنجمنا إلى إقليم بركو حيث جرى حفل تسليم وتسلم بين الحاكم الجديد والسابق للإقليم بحضور وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان إلى جانب بعض من المسؤولين التفاصيل لدى أدم حسن مكاوي بعيد عام من توليه زمام الأمور بإقليم بركو جاء حفل التسليم والتسلم بين الحاكم السابق أنغرواء أحمد أيجو والحاكم الجديد داود أحمد بشير بحضور وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان حيث استولت المناسبة برفع العالم وعسف النشيد الوطني وتلاها كلمة الحاكم السابق أنغرواء أحمد أيجو الذي قدم شكره لكل من عمل معه خلال فترة عمله بإقليم بركو طالبا من جميع العاملين والشيوخ التقليدين الوقوفر الحاكم الجديد من أجل القيام بواجبه على أكمل وجه وزير إدارة الأراضي والحكم المحلي بشر علي سليمان أشار في كلمته بأهمية إقليم بركو من الناحية الاستراتيجية لأن الإقليم يشهد مساحة صحراوية كبيرة ويصعب التحكم فيها طالبا من الحاكم الجديد اتخاذ كل الإجراءات الأمنية من أجل الحفاظ على الإقليم أما الحاكم الجديد لإقليم بركو داود أحمد بشير شكر رئيس الجمهورية دريس دي بيتنو على ثقة التي منحها إياه موضحا في خطابه ما تمر به الدول المجاورة من متغيرات حدة تفرض على البلاد أن تكون أكثر حذما ويقظة على ما أنجزته من تطوير وما تسعى لتحقيقه من أجل التشاد مشيرا بأنه ليس أمامهم إلا أن يضعوا الحاضرة والمستقبل بأيديهم مهما تكون الصعب خاتما حديثه بأنه على استعداد كامل للتعاون مع كافة كوادر المنطقة من أجل العمل والبناء والتطوير ونشيره بأنه في نهاية الحفل قدم عرض عسكري نال إعجاب الحاضر شهدت مدينة أم حجر حفل تنصيب المحافظ الجديد لمقاطعة البطحاء الشرقية ناجي مادو حيث ترأس مناسب حاكم إقليم البطحاء جام برنانا بدري بحضور عديد من سكان المدينة الزميل محمد طير جبرين الحر من البطحاء عدلنا هذا التقرير محافظ جديد لمقاطعة البطحة الشرقية إنه القانوني والسياسي ناجي مادو الذي تم تعينه بمرسوم رئاسي رقم 1465 الصادر في الخامس من سبتمبر الماضي خالفا لكالي محمد طولي استلم ناجي مادو رمز السلطة من يد الحاكم جون برنار بادري في مناسبة شهدت مراسم شرف عسكرية المحافظ القديم كالي محمد طولي قدم في خطابه الوضع الجغرافي وكذا الحالة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لمقاطعة البطحة الشرقية قبل أن يسرد لخلفه جملة من المشكلات التي تعانيها المقاطعة أهمها النزاعات الأهلية حول الأرض وتزايد حالة قطع الطرق وفي كلمته التنصيبية حاكم إقليم البطحة جون برنار بادري ذكر المحافظ اليديد بمهامه ومسؤولياته وقال إنه بحكم الخبرة الإدارية والسياسية الواسعة التي تعرف عن ناجي مادو فإنه لا شك سيتمكن من أداء مهمته التي كلفه بها رئيس الجمهورية أما المحافظ الجديد لمقاطعة البطحة الشرقية ناجي مادو بعد أن قدم شكره لرئيس الجمهورية لوضع الثقة في شخصه خاطب مواطني أم حجر وكل البطحة الشرقية مؤكدا أنه جاء للمساهمة في تحقيق التنمية في هذه المقاطعة الهامة طالبا من الجميع مساعدته في إنجاح مهمتي هذا وتم التوقع على محضر التسليم والتسلم إذانا ببدء ناجي مادو لعمله كمحافظ جديد لمقاطعة البطحة الشرقية ومن إقليم البطحة إلى إقليم سلة حيث أطلق مؤخرا حاكم إقليم سلة رمضان إردبو الانطلاق الرسمي للعام الدراسي بمدرسة كاري بمدينة جوز بيضة حضر الانطلاق منذوب التربية الوطنية بالإقليم حسين النور كباقي أقاليم البلاد أطلق رسميا حاكم إقليم سلة رمضان إردبو الانطلاق الرسمي للعام الدراسي 2017-2018 بإقليم السلة كانت الانطلاق الرسمي للعام الدراسي حز العام بمدرسة كاري بمدينة جوز بيضة حضر الانطلاق الرسمي للعام الدراسي جميع المسؤولين بالقطاع الطربوي بالإقليم فضلاً أن أولياء أمور التلاميسة من نهايته المنذوب الإقليمي للتعاليم والشباب بشراء السمحيسة انتهز المناسبة سرد بعض المشاكل التي تعتري سير العملية التعاليمية بالمنطقة طالباً في الوقت نفسه من المسؤولين وجميع الشركاء دعم العملية التعاليمية بالإقليم من عجل تحسين المخرجات من نهايته هاكم إقليم سلة رمضان إردبو أكد للحضور بأن القطاع التعاليمي يؤد ضمن أولويات الحكومة لذا فإن المطالب التي قدمت ستأخذ بعين الاعتبار طالباً من أولياء الأمور درورة إرسال أبنائهم إلى المدارس في الوقت المحدد من عجل مساعدة المدرسين لإكمال المقرر الدراسي وفق الخطة المرسومة قام السفير الفرنسي لدى البلاد وممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بزيارة فقدية إلى مخيمات اللاجئين بإقليم البحيرة بهدف معرفة الأوضاع المعيشية التي يعانوا منها محمد حسن آدم تأتي زيارة السفير الفرنسي لدى البلاد سعادة فليب لاقوست وممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نامبيلي أمبومبا إلى مخيم دار السلام للاجئين بضواهي مدينة باقسولة بإقليم البحيرة بهدفي تفقد أحوال اللاجئين والنازحين ومعرفة سير العمل داخل المخيمات ومعسكرات اللاجئين بالإقليم كما أشاد سكان المنطقة واللاجئين بزيارة السفير الفرنسي وعمال المنزمات الأممية ووصفوها بالإنسانية كما ناشد السفير الفرنسي وممثل المفوضية الأولية لشؤون اللاجئين اللاجئين والنازحين على الاهتمام بالعمل والتعايش السلمي مع السكان المحليين وتابع الوفد زيارته إلى مركز تاقال حيث استمع إلى شروح مفصلة حول الأوضاع المعيشية بالمخيم من قبل ممثل اللاجئين الذي طالب الوفد ببناء صهريج للمياه بغية توفير المياه الصالحة للشرب هذا وشملت الزيارة أيضا الأراضي الزرائية التي تم استسلاهها من قبل المفوضية الأولية لشؤون اللاجئين حجس إير وبإشراف من الوكالة الوطنية لدعم التنمية الرفية الأنادير والتي تسمح للاجئين بممارسة الأنشطة الزرائية واختتمت الزيارة بأقضي لقاع عمل مع أمال الوكالات والمنظمات الأممية بهدف عرض نتائج الأنشطة الخاصة وتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين قامت مؤخرا مؤسسة التعاون من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم سلامات بحملة نظافة للسوق المركزي لمدينة أم تيمان ترأس حاكم المناسبة حاكم إقليم سلامات محمد زين يحيى التفاصيل لدى عز الدين الأمين انطلاقا من مسؤولياتها الاجتماعية قامت مؤسسة التعاون من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم سلامات بحملة نظافة شملت مرافق عدة بمدينة أمة تيمان من بينها السوق المركزي للمدينة باعتباره المرفق الأكثر اكتظاظا بالسكان رئيس مؤسسة التعاون من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية البدر أحمد إبراهيم قال إن حملة النظافة هذه تأتي بغرض المحافظة على ديمومة النظافة لإظهار الطابع الجمالي للمدينة كونها تتمتع ببيئة خلابة وأن تنظيم مثل هذه الحملات يشكل تأثيرا واضحا على أفراد المجتمع لانعكاس مستوى النظافة المدينة وتطور مستوى وعي سكانها بأهمية النظافة أما نائب عمدة مدينة أمة تيمان زكريا جبريل شكر التعاون لوقوفه مع البلدية في نشر الوعي البيئي لأفراد المجتمع من خلال حملات النظافة التي يقوم بها حاكم إكليم سلامات محمد زين الحاج يحيى لدى ترأوسه لأعمال الحملة أبدى سروره لهذه البادر التي قامت بها مؤسسة التعاون وقال إن المؤسسة قامت بمبادرات عدة في مجالات مختلفة ونشد الجمعيات والمؤسسات الأخرى بالإقليم للقيام بحملات مماثلة من شأنها المساهمة في نهضة الإقليم وتجنيب المواطنين للأمراض المعدية مثل القوليرا والميلاريا بحضور ممثل حاكم إقليم البحيرة صالح آدم نظم ملتقى من قبل المركز الإنساني من أجل الحوار وذلك لمناقشة ثلاث مواضيع اجتماعية مهمة خلال هذا الملتقى عباس أب بكر والتفاصيل جاء تنظيم هذا الملتقى من جهة المركز الإنساني من أجل الحوار بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي ومملكة دنمارك وذلك لمناقشة ثلاث مواضيع من خلال عمال هذا الملتقى المتمثلة في التعليم والتكوين المهني والمبادرات الاقتصادية بإقليم البحيرة كما شارك شباب الإقليم في مواقف اتخاذ القرارات ومسألة الحجرة وأثناء الملتقى أشار مستشار مركز الإنساني من أجل الحوار فليكس على ضوء هذا الملتقى سيختارون 25 شابا بغية بلوغ الأهداف حددها المركز ممثل حاكم إقليم البحيرة آدم صالح قال بأن هذه المبادرة تدخل دمن المراهل التي حددها الأقاليم وطلب من المستفيدين تطبيق المعارف التي تلقوها على أرض الواقع لرفع التهديات الماثلة أمام السلطات في البحيرة مؤكدا دعمه لهؤلاء الشباب بأن تكون هذه المبادرة مثلا يحتذى به بعد أقاليم البلاد علما بأن مركز الإنساني من أجل الحوار بإقليم البحيرة يعمل على تضليل الأقبات ومعالجة بعض الأزمات الإنسانية كالهجرة والتعاليم والصحة عبر الحوار الاجتماعي بالمنطقة